زيكم يا شباب عاملين يا ربكم بخير. كلسان متطيبين. ده اول شابتر معينا في مادة الادفورتايزنج بعنوان الخلفية والمنظور. في الشابتر ده هنتكلم عن يعني ماركتنج تعريفاته. اه البرموشن ميكس. اه هنتكلم عن الماركتنج ككل. ده هيساعدنا فيه ان احنا نفتكر المادة بتاعت الماركتنج في سنة تانية. هيساعدنا فيه ان احنا لما نخش في شابتر نبقى فاهمين دوت حاجة من ضمن تمام? هو مدخل بسيط كده هنراجع به المادة ونبقى فاهمين به المادة اللي احنا هنتكلم فيها اللي هي تعالوا بقى نشوف هناخد ايه في الشابتر دوت? ده بقى اول حاجة عايز اعرفها بقى يعني ايه اصلا تعريف فانا عندي اه خمس تعريفات للتسويق او اول تعريف بالنسبالي كان الف تسعمائة سبعة وربعين نعرفته الايه ام ايه اللي هي الامريكان اا امريكان ماركتنج اسوسيشن اللي هي جمعات التسويق الامريكية قالت ان الماركتنج ده از اجروب اوف كومير شكال اكتيفتيز زاد اا دايريكت زاد فلو اا افبرودكت اا فور بروديوسر تو كونسيومر يعني قال ان هي مجموعة من الانشطة التجارية اللي بتواجه تضفق المنتجات من المنتجين المستهلكين قال لك ان الماركتنج دوت ده ده الانشطة التجارية اللي انت بتاخد المنتج بتاعك او الخدمة بتاعتك دي من المنتج للمستهلك تمام? طيب في اا تاني تعريف كان تبع العالم اللي هو ويلام مكنزي قال ان الماركتنج ده ده عبارة عن ازا بروسس اوف كروزين جاب بتوين سيلر اند البير قال لك انه ده ده اا تسويق عملية تسد الفجوات بين البيعين ومشرين قال لك ان انت عندك اا خمس فجوات اول حاجة طيب فقال لك ان ان انت بتعمل عملية تمام دي بتتقفل الجاب بتاعت التوقيت دي ان انت بتقفلها من خلال من خلال ان انت مسلا في منتجات بتبع مسلا في الصيف بس تمام زي المراوح والتكفات والكلام لكله انت بتنتجها في الشيطة بس بتخزنها فهمت طيب في حاجة اسمها برضو المكان في بيبدأ يقولك ان ده بيتم غلق الفجوة دي من خلال يعني مسلا ان انت بتنتج في مكان ماشي او انت الفرع بتاعك في مكان بتبدأ ان انت تعمل بتعمل اللي بتبدأ توصل بها لمنتج بتاعك في اي حتة في البلد مسلا في اللي هي الكيمة من خلال ان انت بتتسعر المنتج بتاعك بسعر كويس اللي هو عملية تمام في اللي هي اللي هي عندك الفجوة الادراكية دي بتبدأ ان انت عايز تعرف المنتج بتاعك للناس والناس تعرف المنتج وهميته كلام ده كله من خلال ان انت بتعمل بقى البرموشة من خلال ان انت بتعمل اعلانات وترويجات للمنتج بتاعك وتعرف بالناس في اللي هي عندك الحيازة دي بتبدأ ان انت تغلقها من خلال البيينج والسينج والنيتشيشن ان انت بتعمل شيرة وبيع وتفاوت تمام ما يبقاش حد محتكر السوق. ماشي? في حاجة تالتة او تعريف تالت قال لك ان الماركتنج ده ازاي برسس او بلانينج اند اكزايتينج زا كونسبت البراسنج والبرموشن اند الديستربيوشن اف جودز سيرفز اند الايديا تو ساتسفاي كاستومر نيد ده وعندهون تو تو اا سروبي اتشيف او جودز. يعني اا ان ان انت بتقول الورجنيزيشن دي عايزة تتحقق اهدفها. طب بتحقق اهدف من ايه من خلال ان هي بتعمل عملية تخطيط وتنفيذ وتسعير وترويج وتوزيع السرعة والخدمة بتاعتها لتلبية احتاجات اللي عملها ورغباتهم. تمام? يعني انت بتبدأ تشوف تعمل بتعمل بتاع الكسومر ازاي لو لو الكسومر ايه نيده اللي انت بتاعته? بتبدأ ان انت تعمل عملية تخطيط وتبدأ تعمل عملية تسعير وترويج وتوزيع السرعة والخدمات عشان تبدأ ان انت توصل حقك بالنس وتقدر ان انت تعمل ان انت تحقق اهداف المنظمة بتاعتك. طيب رابع تعريف قالك ان الماركتينج دا برضه عبارة عن زي بروسز اه بروسز زابايا ويتش كومبانيز كرييت فاليو كاستومار اند كرييت ترونج كاستومار ليشن شبتو كويتشار فاليو فروم كاستومار ان ريتيرن يعني يبدأ يقول لك ان التصويت دا عملية اللي من خلالها بتقرق الشركة وكيومة كيومة للعملة تقرق معهم علاقات قوية للحصول على كيومة من العمل في المقابل يعني في شركات او في حاجات بتبدأ تقول لك ان الماركتينج دا وتعبارة عن الشركة بتبدأ تخلي كيومة للعميل تمام بتحسسك ان انت لو جاي تشتري ايه انت صاحب الشركة تمام? وان هي بتعمل معاك آآ كويسة تمام? عشان ان هي تفضل محتفظة بيك ومحتفظة بعمليات الشراء بتاعتك تمام? ده المقابل بتاعها. طيب البردو خمس تعريف بيقول لك ان الماركتينج is a total system of business activity زان the two plan and distribute and distribute and to present and potential market يعني تبدأ تقول ان التسويق دا نظام شامل للانشطة التجارية ومصمم ان تعمل تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع رغبة في ارضاء المنتجات الاسواق لحالية المحتملة يعني ان هو بيبدأ يقول لك ان الماركتينج دا وادا العملية اللي انا بعمل لك فيعمل تخطيط وتسعير وترويج عشان ابدأ اوفر لك المنتجات في السوق اه لجميع المسالكين تمام? او المسالكين كمان المحتملين. تاني سؤال بابدأ اسأله what is marketing action? ازاي بنفس بقى عملية التسويق? فبيبدأ اقول لي ان الماركتينج بانجر مص بلان اند كوردنيت الماركتينج اكتيفتيز. يجب على مدير التسويق ان هو يخطط تمام? وينسق اه جميع انشطة التسويق من خلال ان هو بيعمل حاجة بيعمل اه سيكس ستيب تمام? اول ستيب عنده ان هو بيبدأ يعمل بيحلل الموقف او يحلل الوضع اللي بتاع الشركة فبيبدأ يقول لي ان اول ستيب عندي ازاي المدير بيبدأ ان هو يحلل الوضع احلل الوضع بتاع الشركة بتاعته عشان يقدر يحدد الماركتينج استراتيجي او الماركتينج بروبرا اه اللي هيبدأ امشي عليها تمام? ابقى فاهم انا ايه وضع الشركة بتاعتي ايه المتاحة بالنسبة لي ايه المتاحة بالنسبة لي عشان اعرف اقول انا هعمل ايه. تاني حاجة بيبدأ اقول لي ان الماركتينج ماناجر كان انلايز سيتوائشن باي سكاننج زي انفيرومينتال فورسيز زيات اه من خلال ان انت اه مدير التسويق بيقدر ان هو يحل العامل البيئية اللي بتقصر عليه او مسح كوال بيئية اللي بتليها تأثير على نظام التسويق تمام? خلال كمان الخطوة دي بتتخليه بقى يادر زي ماركتينج ماناجر تو اه لكيتا بروبلم اريا يعني بتخليه ان هو يحدد المشاكل اللي ممكن يقع فيها. تمام? طب من خلال ان هو بيبدأ يعمل زي ما قلنا اول حاجة انا عندي دي بتتقسم الحاجتين اول حاجة انترنال انفيرومينت فاكتور دي اللي هي بتبدأ انت تقول لك زي يعني دي بتبقى داخل المنظمة وكمان احنا بقدر نتحكم فيها و بقدر نغيرها دي السياسات اللي ممكن بتبقى بتاعت الشركة او دي حاجات انتحنا بيلاقي في الشركة بتقسم لتاقى حاجات اللي هي يعني انشاة انشتي التسويه والسياسات بتاعت الشركة و كمان عندي ان هي بتتقسم ليه كطرجرة ساوية طيب انشاءanco، انشتة WP قوط بقدر بنeres, اللي احنا بقدر نعمل催 او الماركتنج برو برام او الماركتنج بروسز اللي هي الفور بيسز تمام? فب الفور بيسز دي بتشمل البرودكت والبرايسنج والبرموشن بليسنج المنتج والسعر والترويج والوضع والمكان. فاول حاجة البرودكت البرودكت ده بيبدأ يقول لي ان هو از اينيسنج افور انزا ماركتنج اا اور كونسامشن. يعني بيبدأ يقول لي ان هي دي اي حاجة بتعرض في السوق للاستخدام او الاستهلاك والبرودكت ده ممكن يكون جودز او سيرفيز او ايديا او برسن. فايب. الجودز اللي هي الاجهزة زي التلفزين والموبايل فول والووشنج ماشين تمام? والسيرفيز اللي هي زي اللي هي الضمان او وكل اي سيلة اي خدمة انت بتقدر تقدمها. كمان بيبدأ يقول لي ان انا عندي دلوقتي ان ممكن اا في بيئة متغيرة يجب على الشركة اللي بتقرم الخلال ان شاءها منتجات جديدة توفق مع بيئة اليوم. يعني انت لازمك كشركة ان انت لازمك تعمل لازمك تبقى عندك ان انت تنتج منتجات جديدة تتماشى مع البيئة اا النهاردة او تتماشى مع خطوات او ما تبقاش انت مسلا في الفين وتتعة وعشرين ولسه عندي شركة بتنتج مسلا تلفونات اا بزراير تلفونات اللي هو الاسلكي الكلام ده كله تمام بتاعي الزمان. بيبدأ يقول لك ان ان انت لازم ان تبقى فاهم البروتكت دفرنيشن والماركت سيجمنتيشن. بيبقى انت فاهم تمييز المنتج وتجزية الصور الموجودة عندك. اللي هي السعر بيبدأ يقول لي كان بيدفايند اا ازا او ماني بيد ان ريترن اا جود ده بيبدأ يقول لي ان ده يمكن تعرف السعر انه مبلغ المال مدفوع مقابل لحصوله على سلعة او خدمة. ده المبلغ اللي انا بدفعه عشان ابقى عارف انا اخد ايه او عشان اقدر ان انا اخد او اتمتع بالسلعة او المنتج دوت لازم ان ادفع حقها. طيب البروموشن بيبدأ يقول لي ان هي. امو او 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 يعني بيبدأ يقول لك ان ان انت ممكن الهدف من استراتيجية الترويجية المساسة وجلب العملاء الحاليين والمحتملين من حالة عدم الوعي بمنتجات ومنظومة حالة احتمادها. يعني تبدأ تقول انا الفايدة بتاعتي ان انا بخلق وعي تمام بخلي الناس عارفة ان المنتج دوت موجود ان المنتج ده تقدروا تستفيدوا بيه في واحد اتنين تلاتة تمام اهمية المنتج ده كزا تمام. بيبدأ يقول لي ان الترويج دوت من اهم الاشياء هو احد نشطة السوقية الرئيسية اللي من خلالها بيتم التواصل او بيبقى فيه او تمام انت بتبقى فيه التواصل او الاتصال ممكن عند الرسالة حالي خدمات وافكار مؤسسة جيدا. ده اللي انت بتوصل رسالة للمستالك ان احنا كمنظمة عندنا المنتج دوت او عندنا الخدمة دي تقدر تستفيد بيها تمام وهتفيدك مسلا في واحد اتنين تلاتة مقابل انت تدفع المبلغ دوت تمام بيبدأ يقول لي ان البروموشن بيهدف لحاجة معينة بيهدف ان انا عايز اعرف ان ان انت الخدمة او السيرفز بتاعنا دي او بيست يعني الخدمة او السلع اللي انت هتخدها من عندنا دي دي احسن حاجة هتقدر تحصل عليها من الشركات المنافسة يعني احنا رقم واحد بعد كده الشركات المنافسة دي هتلاقي مسلا بتختلف عنها في حاجات كتير او تمام فبيبدأ يقول لي ان انا عندي حاجة اسمها البروموشن دي بضم اه اربع حاجات اللي هما والبروموشن وهي طبعا الاعلانات والدعاية والبيع الشخصي والترويج للمبيعات طيب فبيبدأ ان انا هاخد اول حاجة اللي هي الادفورتايزنج اللي هي تبقى المادة بتاعتنا فان هي دي الفكرة انا انا بقى عارف ان الادفورتايزنج دوت ده عبارة عن طيب الادفورتايزنج ده بيقول لي ان هي مين اني بيد اه من خلال الجدز او السيرفيز او ان هي حتى تكون اي دي الفنيشن سبونسر يعني بيبدأ يقول لي ان الادفورتايزنج دوت الاعلان هو اي شكل مدفوع من التواصل غير الشخصي حالو مؤسسة او منتج من خلال ان انت بتعرف الناس بالسلع او الخدمة او الفكرة من قبل الراعي المحدد يعني الادفورتايزنج دوت انت بتاخد راعي سبونسر الاسبونسر ده بيبدأ يعرف الناس بمؤسسة بتاعتك او المنتج بتاعك او السيرفيز او الاي دي اللي انت بتبدأ تقدمها تمام من خلاله هو فببدا يقول لك كمان الادفورتايزنج دوت از 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 اف او ابرودكت او تارجيت اه ماركت او باي مين او باي فاي بيبدأ يقول لك ان انت عندك كمان الاعلان ده عملية اصار معلومات مخنعة حول لمنتج ما الى الاسواق المستهدفة عن طريق الكلمات المكتوبة والمنطق وعن طريق الموايد المرئية الاعلان دوت هو بيوصل لك معلومة تقنعك ان المنتج ده انت مش هتلاقي سمينه ان المنتج ده هو اللي هيفيدك ان المنتج دوت هو اللي هيخليك انت اه مش محتاج حاجة تانية من خلال ان هو مسلا بيكتب لك رسالة بتبقى فيه كلمات موتيقة في فيزيو الماتيريال اللي احنا كل انا عافين ان دي بتبقى الاعلانات. تمام? طيب. كمان بيبدأ يقول لي ان هي اولوف زي ايوز افاا ميز ميديا واي كمان والفيسبوك والسوشال ميديا يعني بيبدأ يقول لك وكمان وطبعا هنتكلم عن نوف شابتر اتنين هنتكلم عن اهميته وعيوبه والراديو واهميته وعيوبه والنيوز بيبر واهميتها وعيوبها والكلام ده كله. تمام? طيب. كمان يعني بيبدأ يقول لك ان انت ممكن ان انت تستغرق مسلوط الاعلام في ان انت تعرف الناس بالمنتج بتاعك تمام? تمام? في تانية حاجة اللي هي اللي هي البيع الشخصي بقى. تمام? فبيبدأ يقول لك ان زي 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 يعني بيبدأ يقول لك ان ده الاجتماع الاخير واجه بين المشتري والبيع او ممثله. يعني ده الخطوة الاخيرة. الخطوة الاخيرة كنا بناخدها ان دي الخطوة الاخيرة في عملية انت بعد ما بخلاص اقنعتني في عملية وانا عرفت ان المنتج بتاعك ده وت هو اللي هيفدني فانا روحت اشتريه. فبنتقابل فستو فيس. انا كاااا بيجي تشتري مني المنتج بتاعي تمام? بيجي اقول لك ان المنتج هو ممكن يكون كمان ان انت بيبقى فيه عندك ممثل تمام? بالشركة اللي احنا بنقول عليه من دوب المباعات مسلا بالشركة هو اللي بيجي يجيب لي المنتج تمام? او بنتقابل انا هو. بيبدأ يعمل زي 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 بيبدأ يقول لي ان هو الكنيس زديل يعني بيبدأ يقول لك ان ممكن الاعلان بيخلق وعي واهتمام في ان انت تشتري المنتج. لكن البيع الشخصي ده بيخلص لك الصفقة ده اللي بيخلص اديل بتاعك. يعني البرسل سيلنج ده انت بتنزل زي ما قلت لك خلاص انا هشتري. انا نازل عشان اشتري. مش نازل بقى عشان اعرف واعرف اهمية المنتج. لا انا عرفتم من خلال تمام? بيبدأ يقول لك ان البرسل سيلنج ده يعني ان البيع الشخصي دوت اه هو اه اغلى شكل من اشكال الترويق خلاص ان انت وصلت ان انت بيجيب شخص بيقعد في اهمك المنتج بيفاهمك كل حاجة بيتفق معك على الصفقة بياخد منه فلوس عالية فده بالنسبة لي ده من اغلى الحاجات تمام? لان انا مش بنزل مسلا واحد او اتنين لا ده انا ممكن ابقى فتح السطور. السطور ده في عشان شغالين شوف انا فتح كام الصور وبقى وعد شوف مرتباته تمام? عندي اربع مهام رأسية او اللي هي اول حاجة اللي هي ان انت خدمة مبعد البيع ان انت بتبدأ تتأكد مسلا لو في اي بتبدأ تتأكد مسلا لو في اي مشكلة او عبواف مع العميل لو مش عارفش يجاله ان انت مسلا تشوف عملية التوصيل وسل تولقها اا في اوقات مسلا لو انت مش ترغى السالة او الكلام ده كله او شاشة او مسلا كده بعت لك حد يزبط لك الدنيا الكلام ده كله طيب اا تاني حال اللي قال انت بتجمع معلومات فبتبدأ ان انت تجمع الفيدباك او بتاعت تمام من خلال يعني انت بتبدأ تجمع على المنتج اللي بتبدأ تقدمه الشركة بتاعتك او المنظمة بتاعتك بتجمع الفيدباك ده واتشان تبدأ مسلا تنزله وتبدأ ان انت تستغل المعلومات دي بدا تستغل دي مسلا هننزلها على الفيسبوك هننزلها على موقع بتواصل الكلام ده كله الناس بعارفة ان المنتج بتاعي ايه رأيي الناس فيه تمام الناس عارفة ان دي برضو بتزود لك احتمالية المبيعات او احتمالية البيع للمنتج بتاعك طيب تالت حاجة اللي هي ان انت عايز تتابع مع اا العملة بانتظام وتوصل لهم المعلومات الجديدة من خلال انت مسلا بتبدأ لو اي تعاليس نزل للمنتج للخدمة الكلام ده كله بتبدأ بتعرف به ايه الكستمر اللي اشتروا منك او الناس اللي عايزة لسه تشتري بتبدأ تقول ان احنا نزلنا تحديث جديد في المنتج ده هيفيدك اكتر تمام فيه اللي هي التنقيب اللي هي التنقيب ان انت بتبدأ تشوف عايز تبيع لحد جديد انت عايز بيع المنتج بتاعك دوت لحد جديد بتشوف الفرصة بقى ان انت تبيع المنتج بتاعك الكزا شخص تاني تمام بتبدأ تشوف انت هتخش له من اي حتة فيه اللي هي طرويج المباعث فبيبدا يقول لك ان انت عندك ان دي عبارة عن طرويج المباعث دي شكل من اشكال الاعلان الغير مباشر ان انت بتبدأ اا تعمل تحفز الناس في ان هي تشتري المنتج بتاعك تمام دي طرويج المباعث انت ممكن انا وواحد صاحبي انا مسلا اشتريت تلفون جديد اشتريت لاب جديد اشتريت ساعة جديدة اي حاجة ما افضل قوله ده الساعة دي فيها امكانات مش عارف ايه ده التلفون ده في امكانات ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده السنزبرموشن تمام انا كده بشكل غير مباشر خليته مسلا اهتم بالمنتج خليته ان هو يعوز يشتري فيبدا يقول لك كمان ان السنزبرموشن ار ارجنايزد اند اا فاند باي زا ارجنايزيشن اا ان ريسورزي يعني بيبدأ يقول لك ان انت اتنظم نشيط الترويج المباعث تمولها موارد المنظوم بنفسها لازم ابقى عارف انا الموارد اللي عندي ايه ايه المتاح بالنسبة لي بيبدأ يقول لك ان هي كمان من خلال مسلا ان هي بتبدأ تعمل يعني ان هي بيبدأ يقول لك ان هي تتخذ عدد من الاشكال المختلفة زي ان هي مسلا بتبدأ توريك عائنات مجانية تمام بتروح انت مسلا زي مسلا اي منتج بينزل جديد بيبدأوا نزلو الجامعات زي ما بينشوف بنلاقي مسلا ان اا اا اكس عايزة تنزل مسلا حاجة جديدة اللي هي الاكس جيف فبتبدأ توريك ريحته بتبدأ توريك شاكله بتقول لك بص ده مسلا تحط ريجيب مش عارف ايه الكرام ده كله زي ما بينشوف منتجات لعنونية البشرة فبدا يخطبوا البنات اكرام ده كله في مسلا اللي هي اللي هي اللي هي اللي انت مسلا تاخد اتنين بسعر واحدة اللي هي اللي هي بسعر واحدة مسلا نقول لك تعالى عرض تاخد اتنين واحدة قدية تاخد واحدة تاخد اتنين بسعر واحدة طب مش عارف ايه و ايه اللي هو بيبدأ يشدك عشان تبدأ ان انت تشتري في اللي هي اللي انت مسلا تبدأ تحصل على خصمات او تخفضات مؤكدة في الاسعار. بتلاقي مسلا زي كايزيون بيعمل اعلانات بيعمل عروض كل يوم اربع. كل يوم اربع تعالى باشا يوم الاربع من الساعة مسلا عشر صبح لساعة عشر والليل. في عروض مسلا او في خصمات بنسبة عشرة في المية تمام? طيب في الليال بيبدأ يقول لك ان انت عندك مزاريات من قوات البيع. يعني ان انت بتبدأ تبين اا اهم الحاجات في المنتج بتاعك تخلي الناس انها تشتقيه. تمام? تمام? عندك تمام خاص مخاص لو انت مسلا زبون دايم او 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 بيبدأ قدم لك خصمات خاصة يجي قولك مسلا ده الرقم دوت اا كسب معنا كوبون مش عارف ايه دا. انت مسلا خدت اا رقم دوت او صاحب الايميل دوت مسلا خد كوبون بمشارب بخمسمائة جنيه من مكان الفلاني تمام? طيب في البونس والبرايسز ان انت بتبدأ تجمع المكفاءات والجوايز برضو بيبدأ يقول لك طب انت لو اشتريب بقى الف جنيه هتاخد مسلا كوبون تشتري حاجة او تاخد منتج كزا تمام? او تاخد او تشتري او تقدر تشتري منتج معادي السعر مسلا المتين جنيه من المحل تمام? اوصل لرابع نوع اللي هو البابلس اللي هي الدعاية ده رابع نوع عندي فيه تمام? قولنا وقلنا 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 ويه باوصل للدعاية فبيبدا يقول لك انت عندك الدعاية دي او دي اخبار عن المنظمة او منتجاتها بتم الابلاغ عنها في الصحافة وسائل الاعلام الاخرى دون مقابل للمنظمة. المنظمة تبدأ تقول لك تنزل مسلا على الفيسبوك احنا هننزل منتج كزا. احنا هننزل مسلا عملنا تحديث جديد لمنتج دي الدعاية ان انت بتنشر اخبار عنك تمام? او عن المنتجات بتاعتك. كمان بيبدأ يقول لك ان هي دعاية مشابهة او تبدو زي الاعلام من حيس ان هي بتستخدم وسائل الاعلام بشكل عام ويا غير شخصي. يعني انت متقولش الدعاية والاعلان دي. انا مش اقول اسلام اللي نزل منتج كزا او اسلام ده اللي اخترع منتج كزا. لا انا بقول ان المنظمة بتاعتنا كلها اا نزلت كزا. تمام? انا باعلم باسم المنظمة بستغل المناس ميديا فانا بالنسبة لها مش بخطب شخص واحد. تمام? لكن بيقول لي ان هي مختلفة دي بتبقى فور فري. يعني بيبدأ يقول لي ان هي بتختفى على النات من حيس انها لا تدفع منكبر رأيها دي بتبقى مجانة دي. انا ميتصحش على فلوس دي. انا ممكن انزل على الفيسبوك ان احنا هننزل منتج كزا او مش عارف المنتج نزل بعد ثلاث ايام المنتج هيبقى متوفر وم كزا. فم زي بمتلاقي مسلا كزيون كرفور ننزل كلها. تيجي ان هي مسلا انت نزل تقول لك والله في عرض. احنا مسلا نرضى لحد. فهي تيجي تقول لك ايه ده في عرض ده هينزل اليوم التلاتة. تمام? اكتا كده مش محتاج تدفع فلوس عشان تقول الكلام ده. طيب. تاني وتالت حاجة عندي كانوا فيه اللي هي الانترنال اللي هي عندي دلوقتي اا الكمباني بولسز اللي هي سياسة الشركة. سياسة الشركة بيبدأ يقول لي ان هي اتش كامباني مصد استوليش بولسز هنقول اا الارية بالبروداكشن والماركتينج بولسز والفينينشال بولسز والبرسنال بولسز. اكلام ده اقول لي يعني بيبدأ يقول لك ان انت كل شركة لازم تحط سياسات في جميع المجالات الوظفية زي اساس التسويق السياسات المالية وسياسيات شؤون الموظفين. وكل اكلام ده اقول له. ان خلال ان هي بتستخدمها كدليل للعمل. يا جماعة بتوع البروداكشن انتو اتيجي مسلا موعد شغلوك وكزا المفروض ان انت كل صباح تسلمونة اا الف يونيت مش عارف ايه الناس بتوع الماركتينج برضو عليكم سياسات معينة بدأ يبدأ ان انت تحط خطة لكل اا بتبدأ تحط خطة وسياسات لكل دبارتمنت عندك في الشركة تمام؟ كمان بيبدأ يقول لك ان الماركتينج بولوسيز مست انتجريت اا عند بيه اا مستنتد اا وزا اقول فانيتشال اريا بولوسيز تو اتشيف ارجونزيشن جولس ساش بروفيت وسيلزوي الماركتشيري يعني بيبدأ يقول لك ان انت عندك اا سياسات التسويدي تتكامل وتكون متوسك مع جميع سياسات المجاليات الوظفية يعني لازم ان انت تحط كل اي سياسة ازاي البروداكشن بولوسيزوي البروداكشن بولوسيزوي الفانيتشال بولوسيز الكل بولوسيز دي تبقى ماشي مع الماركتينج بولوسيز تبقى ماشي مع سياسات التسويق عشان تبدأ ان انت تحقق هداف الشركة بتاعتك او اللي هي زي البروفيت وسيلزوي الماركتشيري تحقق اعلى ارباح اعلى مبعاية تحقق اا اا تحقق مسلا اكبر حسة في السوق طيب ان الماركتينج اكتفتي عندي الانشطة الغير تسوقية فيه انشطة انت بتبدأ برضو تستخدمها زي اللي هي اا اللي بيبداي اقول لي ان النن ماركتينج اكتفتي انفلوف اول ازر بزنس اكتفتي دي ساتش از البروداكشن والفينانشل او الفينانس والبرسونال والبابليك ريليشن دي بقى اللي بتبدأ ان هي زي الانتاج التوميل لعلاقات الشخصية والعلاقات العامة الكلام لكله دي حاجات تبقى غير تسوقية برضو اعنا لازم كشركات اهتم بيها بيبداي اقول لي يعني بتبدأ ان هي كل الانشطة دي تأثر عليها بالسلب والاجاب وان هي برضو بكون ممكن تبدأ تقللي من عملية او تزود او تقلل من حرية مدير التسويق تمام? بابدأ بقى اخش في العامة البيئة الخارجية تمام? بعد ما خلصت تلات حاجات اللي هما في الانترنال اول حاجة عندي المايكرو هو الماكرو المايكرو اللي هي عندي لعوامل خارجية جزئية اللي هي بيئة محددة بيبقى لها لها تأثير مباشر لها تأثير مباشر بقى انا خليني عارف ان المايكرو او الاسباسيفك انفيرومنت دي بيبقى لها تأثير مباشر علي انا في الشركة زي ايه? زي الكاستومر بقى عايز اعرف الفكر او الاحتياجات بتاعت الكاستومر السابلاير ابقى عارف الموردين بتوعي هيبدأوا يزهقوني ولا هيدوني المتالي اللي انا عايزها وبقى عارف مستوية ومكامة كله تمام? الكمباتر ابقى عارف نشاط اه المنافسين بتوعي ووصل لحد فين? ايه اخر حاجة ما وصلوا لها بنفسوني ازاي? نسبة بتاعيتهم عامل ازاي? او كمان برضو اصحاب المصلحة عندي الناس المشتركين معايا او الناس اللي هم عليهم فلوس معايا او المولين اللي هي في المنظمة اهم حاجة بقى عارف ان الناس دي هتقدر تمولني الناس دي هتقدر ان هي مسلا متحميش عليها مشاكل توم شغال اكلام ده كله طيب في الماكرو اللي هي بقى البيئة الكلية او العوامل كلية للبيئة الخارجية دي اللي هي تمام? دي اه بتبقى بيئة عامة دي بيبقى لها المضاير كمان? تمام? يعني دي ما بتبقاش ممتصرش عليها قوي او دي ما بيبقاش لها تأثير مباشر او لها تأثير عالي زي ان انا مسلا بعرف الكلاتشار او السوشال فاكتور بيبقى عارف مسلا العوامل السقفية والاجتماعية بتاعت البلد البيزنس واليكونوميك فاكتور تمام? العوامل التجرية والاقتصادية اللي هي العوامل الكونية والاخلاقية طيب. اخش يبدأ يقول لي انت طبعا عارف الكاسمور سابولار وكمباتوتور والسيكولدر فانا هبدأ اعرفك يعني ايه الكلاتشار والسوشال فاكتور بيبدأ قولي الكلاتشار دي دي بتبدأ refer to the way of living as determined mind by group of human being were silver year and are transmitted from one generation two another. يعني بيبدأ يقول لي ان هي الثقافة دي بتشرق لطرق العيش اللي تحددها مجموعة من البشر عمدة عدة سنوات وانتقل من جيل لاخر. الثقافة ان انا ابقى عارف الناس دي. بتفضل ايه? بتقرأ ايه? المنتج بتاع ده ممكن يشوفه في عيوب ايه? ايه? يعني مسلا انا عارف المثقافة شعوب العربية مسلا انا مش ينفقى بيبدأ حاجة فيها مسلا لو انا ما بقدم منتجات اغزية مش هينفع بيها حاجة مسلا. فيها حاجات اه زي لحم الخنزير حاجات مسلا تور متوفية كلام ده كله تمام خمور كده انا لازم انا بقى عارفة الكلام ده. تمام بيبدأ يقول لي ان الكلوتشار والسوشال فورسس دي هاف اا فولنس اا اونزا اا برس برسفة نيدا اوف كاسومر يعني بيبدأ يقول لي ان انت عندك الكاس ثقافية او الاجتماعي دي تأثير على احتياجات المتصورة للمسالكين تمام تبقى انت عارف ان بيبقى اه احتياجاتك او احتياجاتهم بيبقى تختلف على حسب الثقافة يعني بيبدأ يقول لك ان انت مسلا مسلا كنا خدنا المسال دوت في الماركتينج في سنة تانية قال لك ان انت مسلا لو بتبقى عارف ان احتياجات الدول المسلمة في العيد الاضحى مسلا ان هما بيبقوا هيعملوا فاتة مسلا ولحمة فانت بتبدأ ان انت توفعل لهم كل المكونات بتاعت مسلا الاكلة دي وبتبدأ توفعل لهم مسلا اللحوم بسعار مختلفة بانواع مختلفة تمام عشان تبدأ ان انت كل الناس تشتري في بيبدأ لك ان انت عندك الكوار السقفية والاكتماعي دي بتأثر عليك تمام وبتأثر علي المستالك والمساوأ بالنسبة لك وبتشمل برضو الاعراف اللي يبقى النورمز والالو والترديشن والبليف والرجليشن بتبدأ تشمل كل الكلام دوت العادات والتقاليد والعرف والمعتقدات والدين تمام طيب البيزنس او الايكونوميك فاكتور يبدأ يقول لك ان البيزنس دي بتبدأ تشير لك ليه ان هي الاكتيفتي زات او اوف زي بيزنس يعني بيبدأ يقول لك ان هي اعمالة تجرية دي لنشرت العمالة تجرية بشكل فرد وجماع بما زلك المنفزة والتعاون لازم ان تبقى عارف الشركات اللي بتتعاون مع بعضها الشركات اللي بتبدأ تنافس بعضها انت ممكن ممكن لو انت عايز تفتح في دولة جديدة وانت مسلا مش هتو يقدر تنافس شركة من الشركات الموجودة بتبدأ تعمل عمليات مع الشركة اللي موجودة ان احنا تعالوا احنا الاتنين ننزل باسم شركة جديدة باسم منتج نعمل نفس المنتج بس هنزميه باسم جديد الكلام ده كله طيب في ال اا اكونوميك فروسيز بتبدأ يقول لك ان هي افكت كونسومر والانجلس توباي او وانكلود وانترسيشن والا كامنا كله ان انت بيقول لك ان ان انت كل اكتور دي بتبقى تأثر على استعداد المسالكين اللي شراء بتبدأ تشوفه بتدرس تدخم الركود اسعار الفايدة لازدهار بتبدأ تبقى انت عارف او لدنيا مسلا الاسعار عالية او بتاع او ان انت مسلا الناس دلوقتي بتخسر منها ضرايب كتير وهتبدأ تقلل انت في سعر المنتج بتاعك ولا هتبدأ تزوده وانت هتتعامل ازاي بتبدأ ان انت تشوف مسلا بتبدأ يقول لك ان هي بتشمل اللو والرولز والرغليشن القواعد واللواياح والقوانين وعندك البرد والسكال فاكتور دي بتشمل تمام بتشمل الكام والمعتقدات والسلوك الاخلاقي وان انت لازم تعمل برضو ان انت بيبدأ يقول لك ان فيه لكن هي يعني انت ممكن تعمل اجراءات قانونية وليست اخلاقية وممكن تعمل اجراءات غير قانونية بس اخلاقية فبيبدأ يقول لك ان انت ماركتينج ديسيشن ديسيشن ماس نوت اقول لي باي ميدا وز استريكا امبولانس توزا اه لو يعني انت ممكن ما تاخدش كارات ترويج والتسويق دي مع الامتسال السلوك القانون بل ان انت تكون متشكم على الخياط العمل الجيد لازم ان انت هتعمل ترويج هتعمل اه هتعمل ماركتينج ديسيشن الكلام ده كله بقى ماشي مع الاخلاقيات بتاعت القوانين بتاعت الدولة متقفش قدامهم طيب دي كده استوبان استوبان كبيرة كبيرة جدا طب عندي استوبتو اللي هي استوبليش ابجيكتيف اللي هي تحديد الاهداف يقول لك ان انت المنبر بس اف استوبليشنج ابجيكتيف ازات ابجيكتيف كان بي يوزد اه از جاية تو اكشن يعني بيبدأ يقول لك ان ان انت عندك غرض الرئيسي من تحديد الاهداف هو ان يمكن استخدام الاهداف كدلل اجراءات الشركة انت بتحط اهدافك كشركة عشان تبدأ برضو انت عارف هتبقى عارف انت عايز ايه تعمل ماركتينج ازاي انت محتاج ايه تزود الارباح من نسبة تقديه تزود السلس بنسبة تقديه تزود من الماركتشير بنسبة تقديه يبدأ يقول لك ان انت عندك عندك مسلا هناك تساصل غرمي للاهداف يبدأ يقول لك من الابجيكتيف اللي شد صبرت اا زي اوبجكتيف زي اه نكس هير الليفل يعني يبدأ يقول لك ان انت يمغي ان تدعم الاهداف على كل مستوى من الاهداف من المستوى الاعلى او التالي لها تمام يعني يبدأ ان انت اا في عندك مسلا كبريت بيبقى فيه تحتي الابجيكتيف بيبقى في الابجيكتيف دي عندك الابجيكتيف والماركتينج الابجيكتيف يبقى عارف ان انت مسلا انا عايز حق هدف موظمة ككل او كتوتل بيبقى فيه تحتي مسلا هدف احنا كلنا بنسعى اراه اا والهدف ده بتتقسم لي مسلا اهداف الانتاج ان انا مسلا عايز انتج الف واحدة كل يوم هداف الماركتينج ان انا عايز اوصل مسلا لعشرين في المية او تلاتين في المية من المستعلكين يوميا ان انا تابع معهم وانهم يتابعوا اخبار المنتاج بتاعي بيبقى مسلا فيه الابجيكتيف البرودكت اوبجيكتيف البرموشن اوبجيكتيف البرموشن اوبجيكتيف تبقى انت عارف ان عايز تلاقي ايه في البرودكتب بتاعك عايز تلاقي الكلام ده كله طبعا انا حطت الصورة دي اللي انا بقول منها في البيدئي في نفسه تمام فهتلاقوها بس انت خليك عارف ان البرموشن البرموشن كل حاجة بيبقى ليها هدف كمان طيب تالت عندي اللي هي احدد السوق احدد احدد امام وز افروميشن ايه بيبدأ يقول لك ان انت يوفل التحليل دوت في الخطو الاول للشركة معالمية تحاولها كافية تحديد احتاجات السوق ورغباته انت عايز يقول لك نزل لحد اعرف السوق محتاج ايه اعرف السوق محتاج ايه عشان اعرف انتج او ان انا اعرف اصنع او اقدم الخدمة اللي السوق محتاجها فعلا او ان اللي الناس محتاجها فبيبدأ يقول لك ان داعي بيبدأ يقول لك ان انت السوق ده عبارة عن مجموعة من جميع المشهورين الفعليين والمحتملين للسلع او الخدمة بتاعتك اللي هما بيبقوا هافة وانتوا ان هما عايزين يشباع رغباتهم المنتج انا محتاج مسلا منتج ازبع برغبتي او انا مسلا محتاج اه لاب معين او تليفون معين او كشكول معين ساعة معينة ايه انا محتاج ايه بس محتاج برضو ان انا مصرفش جامد تمام المال والانفاق بتاعته كمان بيبدأ اقول لك ان انت ان هو بيبدأ اقول لك السعادة لانفاق الامل تلبية رغبتهم انت تبقى عارف الناس ممكن تدفع كان في المنتج ده تمام بيبدأ يقول لك كمان ان الماركت مصر بيجي عند اه يعني لازم التسويق دوت يبتدي وينتهي عند بيبتدي عند لما تعرف او تحدد الفرس اندفا 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 بتاعته تمام اللي هو محتاجه في وبتنتهي من خلال ان انت بتعمل يعني بتبتدي من انا بحدد احتياجات المستالك وعايزة ايه وبتنتهي عنده لما انا ببيع له المنتج دوت ويبقى هو راضي عن المنتج اللي اشتريه واللي دفع في فلوسه في الخطوة الرابعة ان انا بحدد اا عناصر السوق ماشي او عناصر التسويق بتاعتي او اللي هي اقولنا اللي هي الفور بيسز اللي هي البروتاك والبراسنج والبراسنج وبروميشن وبراسنج نازم انا بقى عارف المنتج والتسعير والترويج والوضع بتاعي ماشي وبقى عارف ان لو حصل اي تغيير في البيئة بتاعتي لازم انا اغير في المنتج بتاعها غير في العناصر بتاعتي دي تمام يعني انت انت مسلا لو اا بيجيب تقالى نقول ان في تغيير حصل اا زي مسلا الفايدة زادت السعر للدولار زاد وانت بتجيب مسلا المتيريا اللي بتاحتك مبرا فانت بتقالي هتغير في السعر بتاع البروتاكت بتاعك تمام فلازم ان انت تبقى عارف الحاجات دي ولازم ان انت تعمل عادي الترتيب والاناصر في نظام التسويل لمواجهة عز التغيير ما تبقاش انت حاطت حاجة صارمة او سيستم صارم ما ينفعش تغيره لأ يعني خلي السيستم بتاعي اللي هو لو حصل اي مشكلة معلش هنغير وهنبدأ ان احنا نشوف اا السعر الجديد نبدأ نشوف القولت الجديدة نبدأ نشوف عاملات البروتين جديدة الكلام لكله طيب خامس خطوة او خامس تبق عندي ضعف احتبارك مزيج التسويق لازم ان يقول لك ان انت تبحاطت في دماغك اه اه هازت يعني تبدأ تشوف ان انت تقول ان انت انا كله عنصر في مزيج التسويق له عنصر مزيج خاص به يعني بتبدأ تقول مسلا ان انت عندك في الماركتينج ميكس عندك البروتاك والبرايسينج ويه البرايسينج ميكس ويه اله والبريسينج ميكس بتبدأ ان انت تشوف ان تقول ان انت عارف عندي كانت دي حاجة اهي حاجة موجودة او حاجة فرعية تمام انا عشان لها الاستراتيجي بتاعتها لازم بقى عارف ازا 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 يعني انت لحصل اي حاجة تبدأ انت عارف اا من هي اللي تتعرض مع الاجراءات بتاعتك ان انت عايز تحطها تمام ان هي ما تقلقش من دي ما تقلقش ان انت بيبدأ اقول لك ان انت الفعلية في نظام لتسوق كله تنخفض لا انا بقى عارف كل حاجة فببدأ اقول لك ان انت مسلا عندك في قولنا بيبقى في وفي في في بيبدأ اقول لك مسلا انت عندك دي بتضم والراديو والتلفزيون والا دايريكت اا ماديا والاودور والاا ومسلا كل الكلام باقول له عندك دي اللي يبقى البيبول والا انجنيرينج وكل كلمة هكتدى ان انت برضو هتلاقي احط صورة موجودة في الكتاب والصورة موجودة في الشيت طيب عندك سادس ستيب بالنسبية لك في الوز ريزولت تعالى كده انا نعيدهم بالاول اول السبع عندي ان انا كنت محدد الموقف تاني السبع عندي ان انا كنت بابدأ اقول الاحداث بتاعتي بابدأ احددها بابدأ احدد الماركتنج اللي انا هنزل فيه بابدأ اشوف الماركتنج ميكس في السيب فور السيب فايف اللي هي بشوف الماركتنج ميكس في خمس سيب بقى او في اخر سيب اللي هي سادس سيب تقييم النتائج بشوف انا النزام بتاعي ده وطلقه حطيته نفع او لا فبيبدأ اقول لك ان الماركتنج مانجر مدير التسويق هيقوم بتقييم نتائج نظام التسويق اللي هو عنده وكمان بيبدأ اقول لك يعني بيبدأ اقول لك ان انت عندك تطلب التقييم الفائل دوت ان انت بتحل المباعات تحل تكلفة التسويق واتتراجع كمان التسويق طيب اول حاجة عندك في السيز الانالسيس دي بيبدأ اقول لك ان انت بيشوف السيز داتا بتشوف الداتا لو تعمل دراسة مفصالة بينات المباعات اللي عندك بتشوف بتشوف ارقام مباعات الاجمالية اه الارقام مباعات الحالية اللي تجاهت مسلا الارقام مناسبة اه تبدأ يشوف اللي هي مسلا الارقام متوقعة الارقام التلخيات كم كله ده انت تدرس الداتا دي كلها تمام عشان تبقى عارف اه انا بعت بكام بقى عندي كام مسلا كنت متوقع ان انا بيع خمسمائة الف يونت في الشهر لا انا بيع ده بعمák الالف يونت تمام فبالنسبة لي دي اول حاجة من عمليات اللي هي الساينزا انالسيس تمام بيبدأ ان انا شوف عملية الماركتين ويناüllية بيبدأ اشوف تكلفة بتاعة الماركتين وي Check Out عند الMarketing Cost مثلا بتساوي خمسين في الماء من اجمالي الخص I Better 99 com sky product تمام بشوف انا ان انت لازم ان تكلفة تسويق دي لازم ان هي تساوي خمسين فلمان نجمالي تكلفة المنتج الناقي. بابدأ اعمل الحاجة التالتة اللي انا بابدأ ان انا راجع لتوتال افلويت ابروتش مان بشوف السيسم او البروغرام اللي انا كنت عامله للماركتنج كله مناسب ولا اه ولا غيره. طيب بيبدأ يقول لي طب عشان تبدأ تختار اا او تحدد السوق الصح اللي انت هتنزل فيه. نعم بيبدأ يقول لي برضو ان هو عنده اا فورس تيب تمام? الفورس تيب دي اول حاجة فيهم اللي هي يعني بيبدأ يقول لك ان هو عايز الخطوة الاولى بالنسبة للي هي تحديد الاسواق ذات الاحتياجات الغير ملباة. يعني هشوف السوق اللي محتاج المنتج دوت والمنتج ده مش موجود فيه. تمام? فبيبدأ يقول لي اا دينتفايل لنيد اف ميني ماركت سيجمينت اا زين سيجمينت اا زين سيجمينت اا زين سيجمينت اا زين سيجمينت دي يعني بيبدأ يقول لك ان انت هتحدد اا تحديد احتياجات العديد من قطاعات السوق وبتختار واحد او اكتر من كل ازيل القطاعات لاجل استهداف السوق وتطويره. يعني انت بتقول مسلا انا عايز افتح في الكهراء وافتح في اسكندرية وافتح في الشرقية وافتح في المنصورة وافتح وافتح وافتح. طب تعالي عم انا مش هافتح في السبعة الشيء محافظة. تعالي مسلا ننزل في مكانين تلاتة المكانين تلاتة دول يكون والمنتج دوت مش واصل ليه والناس متعرفش بيه قوي فانا مسلا تعالي هننزل في السعيد تعالي هننزل في شرق الدلتا تعالي هننزل بش عارفين. تمام هي هذه الفكرة? طيب سيجمينت او الماركت اللي هي تقسيم السوق ان انت بتبدأ اا بتبدأ ان انت تقسم السوق لقطعات مختلفة لحتياجات مشتركة وستجيب بشكل مشابه لحركة التسويق تمام? في ببدأ للك ان هو بيمر اللي هي عندك تقسيم السوق دي بتمر بخمس مراحل ان انت بتقسم السوق لاحتياجات انا النزل كلها مسلا انا هنزل منتج للشباب فانا عايز اخد كل كل الشباب مسلا اللي في المكان دوت اللي هي هتتم بالمنتج بتاعي ان هي تحتاج المنتج بتاعي اللي هي للكمان النيد اللي احتاج المشترك لكل الناس. عشان تبدأ تعمل الماركت دي اول حاجة ان انت بتعمل زر نيد ان انت بتبدأ تحدد طرق تجميع المسالكين على حسب احتاجاتهم كل واحد بتشوف انت محتاج ايه? واجمع مسلا اول مية دول عايزين كزا في المنتج. المية دول عايزين كزا. المية دول محتاجين كزا تمام? حتى كان في مسال بيجي يقول لك على الماركت سجمينت دوت. مسال في سنة تانية. كان اا كان الدكتور رشاد قالت لك ايه? مسلا واحد عايز يشترى عربية. تمام? فواحد بيبص على العربية انا هشترى عربية كزا عشان دي مسلا بتوفر في البنزين. لا دي اشترا عربية كزا عشان دي بيقول لك ان هي امن اكتر لا دي مريحة اكتر لا دي قطعة غيرها موجودة تمام فانت بتبدأ تحدي كل واحد احتياجاته على ايه. والجذع او الشركة الصح ان هي تبدأ تعمل بقى عربية مريحة عربية بتوفر بنزيم عربية مش عارف قطعة غيرها موجودة الكلام دي كله. تاني اللي هي ان انت بتشوف تحدي الطرق اجراءات التسويق الجامعية ان انا اه الناس اللي هي محتاجة امان في العربية انا لازم انا باعمل الماركتنج اه باين لهم ان العربية عمان او المنسل اللي هتحتاج ان البنزيم مسلا يكون اقل انا باين لكم في الاعلان ان او انا باعمل عملية تسويدي باين لكم ان انتو اه فعلا هتبدأ تقلل معاكم في استخدام البنزيم. طيب او البرودكت اه جدا تقول ليه تزا ماركتنج سيجمينت اه تزا فرم بروودكت يعني بيبدأ يقول لك ان انت عندك المرحلة التلاتة يدت تطور شبكة منتجات سوائية لربط قطعات الصوب بمنتجات الشركة لازم ان انت اتوفر زي ما قلت لك مسلا الاحتجاب بتاعت المستهلح كله اه تبقى متاحة اه سيجمينت اه زي فرم دايركت اه ان انت مسلا تبدأ تعدل شريحة المستهلحة اللي بتواجه ليه الشركة اجراءاتها تسويقية. انا هكلم الناس اللي مسلا عايزين يشتراها عربية من سبعمائة الف المليون تمام? انا هتارجت الناس دول. طيب بيبدأ يقول لك استخدام اجراءات التسويق دي للوصول لقطعات المستهدفة ان انت بقى بتبدأ توصل لهم الاعلان تبدأ تعرض لهم المنتج تبدأ ان انت تعرفهم بسعره بكل اللي هم كانوا محتاجينه اللي هي اول حاجة ان انت تشوف النيت بتاعتهم طيب. تالت استيبع عندي في اه اللي هي اه اختيار سوق مستهدف. ان انت تختار سوق صح. ان انا اعمل اعلان لناس صح ان انا ابدأ نازل منتج ده لناس صح ما ابدأش ان انا افتح ماه في مكان غلق. فبيبدأ يقول لك ان انت عندك ستجون ترمين هو او ميني سجمينت اه تو انتر. ان انت تشوف المحاول الاولى دي احدد عدد الاجزاء اللي يجب ادخالها. بتبدأ تشوف ان انت عندك تلات حاجات. تلات حاجات دول اللي هو التسويق غير متمايز. يعني انت اه من اه من رجزاء سجمينت ديفرنت اند افرنج اقول لي وان اه جزر اه او سيرفيس تو اه اه زي كوكولة يعني بيبدأ قولك ان انت اه التسويق الغير متمايز ده تجاهل اختلافات القطاعات وتقديم سلعة او خدم واحدة فقط للسوء بقى اكمله. زي كوكولة. تمام? تبدأ اتقدم لك نفس سعر المنتج. ماشي? ده مسلا الكان ده بسبعة او تمانية جنيه هو لكل الناس بقى. الناس اللي فوق اه خط الفقر لتحت خط الفقر. الناس اللي هو مش عارف ايه. يا باشي هو المنتج بتاع انا بقدمه لك ماليش زعب ماليش زعب كل واحد داخله ايه. انا بقدم منتج للشعب كله. تمام? او للناس كلها. في ديفرنت ماركتنج لها بقى التسويق المتميز او السوء المتباينة. انت بتحدد بيقول لك من ماركتنج من ديفرنت سجمينت يعني تبدأ اقول لك ان انت بتاعني السوء في العديد من اقلاعات المختلفة وضع استراتيجية تسويم وفاصلة كل اقطاع تزود من بعرض مختلفة. لا يا عم انا انا شركة عربيات او انا هبدأ ان انا اعمل اعلان على العربية مسلا اللي هي رنجاها من متين لتلتمائة الف. للناس اللي معها المبلغ ده. وهعمل عربية تانية من خمسمائة الف للسبعمائة الف. وهعمل عربية تالتة للناس اللي معها من مليون لاتنين مليون واحد كزا تمام? ان انا هبدأ اقدم لك كزا منتج وخطب كزا فئة من الشعب اخطب كزا فئة من الماركتس اجمينت. طيب في بقى اللي هي النيتش ماركت او اللي هي السوء المركزة او المتخصصة. ان انا بتختار قطاع واحد واخد معادة كبير من القطاع. تمام? زي او الكلام لكله. ماشي انا بختار الناس معينة. الناس تمام? وبقدم لك الفكرة دي. انا سوء متخصص. تمام? طيب. فيه استيز جي طول لك ان انت عايز تقدم تحضات� الاكسر ملعمة وجاذبية من خلال فحص مبيعات القطاع وفرص الموه وقدريتة عم نفسها. انا هقدم لك مكان تقدر تبيع فيه كتير تبدأ ان انت تعمل السلزة عندك بعدها كبير تبدأ ان انت الفرصة في ان انت تنمو بسرعة او ان انت قبلت ان انت تقدر تنافس في مكان اكبر الخطوة الرابعة ان انا ببقى اشوف وضع السوق تمام ببدا يقول لك ان دي البروسيز افر رانجينج افور برودكت او غيابي زيابي زيابي لسا عند افرابول امجي ان اا لاندوف كاسمر ليتف كومباتيتف برودكت زي البي ام دابيو يعني ببدا يقول لك ان انت عايز دي عاملية ترتيب المنتج لاحتلال مكان مميز الصورة مواتية في ازهان العمرة بالنسبة للمنتجات المنافسة يعني ببدا يقول لك ان انت دي انا بوريك ان الشركة بتاعتي هتقدم لك منتج مش موجودة عند حد. تمام? فكل يقول لك ايه ده ما فيش احلى من العربية الالمانية. ما فيش احصل من العربية الب Нуو دي وقت ده فكرة تقول او كل الناس ايه تمامه او كل الناس نفسها تجيبوا عربية مسلا بiente ده ما فيش احصل منها ده الماني ده ده الكلام ده كله فبتبدأ ان انت تحت الناس في الناس فألاء وتخاطب عاقل الناس بالمنافس بتاعك بيبدأ يقول لك ان انت تبدأ تعمل كام دوت عملية استراتيجية تحديدهم وكاعدات بتمر بست خطوات اول حاجة بتحدد المنافس بتاعك تبدأ تعمل تبدأ تشوف تقيمة الصورات المستهلكين للمنافسين يعني بتبدأ تشوف المستهلك محتاج ايه في المنتجات بتاعت المنافسين بتاعتك يجي مسلا انت عايز تنتج منتج جديد المنتج دوت اصلا مسلا موجود تمام او انت مسلا شركة شركة عربيات تمام فانت بتيجي تلاقي ان انت مسلا بتلاقي ان في ناس بتحترض مسلا عربات البيم دابيولي مش عارفها مسلا كازا عيب فانت بتحاول ان انت تعمل عربية العيب دوت يكون ميزة بالنسبة لك. دالت حاجة تبدأ تحدد الوضع او تحديد المركز المنفسين تعرف وبرضو المعاد ايه الماركتشير بتاعت وعد ايه السيلز البروفيت الكلام الكلو بتبدأ تعمل الناس تبدأ ان انت تحلل تفضلات المستهلكين تشوف هما محتاجين ايه ميك بوزيشن ديسيشن بوزيشن تخيص تحديد الوضع ومرأبة الوضع اللي اخر حاجة من التور زي بوزيشن طيب في اه بيزيز او بيزيز فور ماركت سجمينتيشن انا دلوقتي لو عايز اعمل ماركت سجمينتيشن ايه التجزئات او الحاجات اللي انا هعمل عليها? طبعا الافيز دي كنا اخدناهم برضو في الماركت سجمينتيشن لو كان شابتر تلاتة في الماركتينج في سنة تانية اول حاجة للجغرافيك سجمينتيشن ان انا ببدأ اعمل بروسس دي ديفايدنج زي ماركت انتو سجمينت اه ونزا بيزيز اوف الجغرافيك اريا صدش والكونتري والستيت والنيشن يعني بيبدأ اقول لك ان انت اه التجزاء الجغرافية دي بقسم الناس لقطاعات مختلفة زي البلدان الدول العادات التقاليد الكلام ده كله تمام? طيب في الديمغرافيك ان انا بأسس اه ببدأ اقسم الناس بعمل ديفايدنج للماركت سجمينت بيزيز اون الديمغرافيك زي والجندر والديوكيشن والمكم والسوشيال يعني ببدأ اشوف ببدأ اقسم الناس على حسب العمر السن النوع التعليم الدخل بتاعهم تمام? وخطب كل واحد على حسب الحاجات اللي انا شايفها فيه تمام? هي الفيسيوغرافيك سجمينتيشن اللي هي اه التجزاء النفسية ان انا بقسم مقطعات السود دي على اساس الكنسومر بريسابيلتا واللافستايل بقسم كل واحد على اساس اه شخصيته المستهلك وشكل حياتهم ونمط حياتهم اللي هي اه تجزاء السلوكية ان انا بقسم برضو كل واحد على حسب استخدامهم ان انا بقسم الناس على حسب ولاهم وشراء المنتج بتاعهم او ان هما بيشتروا المنتج بتاعهم ازاي او عدد استخدامه طبعا الخمسة حاجات دي مش محتاجين ان احنا اتكلم فيهم كتير لان احنا اخدناهم في شابتر ده هو شابتر تلاتة تمام ليه في الماركت وعارفينه كويس جدا البنفت ان انا بشوف انها بقسمه على حسب الفواية فيه واحد زي ما قلت لك انا عايز في العربية بتاعت انا محتاج ان هي ترشاد البنزين لا انا عايز الامان لا انا عايز ان هي مريحة لا كتاعة زورها مش عارف ايه فانا بشوف البنفت ان انا اقدر ردمها في بتاعت تمام? طيب في وضع المنتج بتاعك ايه? عايز يقول لك ان ده زي اميتج اف اا برودك اا برودك يعني بيبدأ ان ان انت دي اا دي بتحدد اا اا صورة المنتج بتاعك بمتعالج بالمنتجات الملاحة ان ان انت عايز تعرف الناس ان المنتج بتاعك ده احسن منتج هيشوفوه بالنسبة للمنتجات المطروحة في السوق تمام? في بيبدأ يقول لك المنتجات زي انت او ان او ان سروق يعني بيبدأ يقول لك ان انت بعض الاحيان اللي يؤدي الوضع الاول للمنتج اللي انا جاي حاجب على شركة تغيير تصور المستلك المنتج من خلال عادة الوضع او ان هي مسلا بيجي يقول لك زي السيفن اوب والكولا طب انت عايزت مسلا ان انت تبقى عارف ان السيفن اوب دي ليها اا ديريك مبتر بتاعها البيبس والكولا تمام? فالبيبس والكولا دي استمرت ان انت عندك ان الشركة دي ان هي تغير مسلا اا السيفن اوب دي غيرت من شكلها كزا مرة غيرت من ان هي اا التركبات بتاعت السوفت درينك بتاعها او ان هي تحارب السوفت درينك تمام السوفت درينك اا غور اللي هي بدأت مسلا تعمل لك المور ريسينتلي والديت درينك والكافين اا يعني هي بيبدأ يقول لك المشروبات الغزائية المستمرة دي تحاول تركيز الصناعة بتاعتها فانت بتبدأ تقول لك ان هي دلوقتي بقت فيه الدايت ماشي ناس عايزة تعمل الدايت في ناس ببس ليه المنتج خلي من كافين وا لا في ناس بتبدأ ان هي عايزة تشرب مشوبات بدون نكهات اا صناعية فبزع ان هو يعمل لك مسلا اا المنتجات كلها الكلام لكله تمام السؤال السؤال قبل الاخير عندي اللي هو ان انا هختار السراتيجيات والوضع بالنسبهلي فانا عندي سبع السراتيجيات اول حاجة اللي هي ان انا ببدأ ان انا احدد الموقع على حسب خصوص المنتج وفوايده ان انا بشوف الناس دي محتاجة ايه مسلا محتاجة اللي هتلاقيها في المنتج ايه فمسلا ان انت لو عايز تاخد احسن فوايد مسلا في عالم التلفونات او اللابات او كلو ان انت تشتري من قابل تمام? الفيه ناس مسلا بتبدأ تحدد الوضع بتاعه وتحدد المنتج بتاعه من خلال اوه لا ده انا الاستراتيجية بتاعت ان انا هدعم لك احسن! ع Orations. تمام? فان انا هدعم لك absolute value and very comparing price wines انا هقليلك من السعر بتاعي تمام؟ طيب في النزريات التالتةو الاستراتيجيات التالتة ان انا ببدأ اشوف الوزر الوزور الابليكيشن ان انا هتبدأ تشوف اه طريقة الاستخدام والتطبيق بتاعته ازاي يعني انت مسلا ان يبدأ يقول لك ان انت عايز تعمل البيزنج زي برودكت باي السايتينج اه التاوزة سبسيفيك يوزر الابليكيشن من خلال مسلا ان انت بتعمل عن طريق رابطه باستخدام او تطبيق معين ان انت مسلا تشوف ايه الفكرة ان انت هتعمل منتج مسلا لي اه دي علاقة بتربطه زي مسلا انت دلوقتي بتعمل كلها بيشوف مسلا ساعات اللي هي القابل بيبقى لها تطبيق اللي ربط بيبقى لها تطبيق الكلام ده كله فيه كمان اللي هي دي برضو استراتيج من ضمن الحاجات ان انت حسب فئة المنتج يعني بتشوف فئة المنتج دي انت هتمثلها المين او الناس دي هو هيبقى ايه فبيبدا يقول لك ان انت مسلا عندك الناس دلوقتي بقى ما تستخدمش ال سي دي تمام بتستخدم ال ام بي سري تمام بتشوف ان انت مسلا عندك الناس ما بقيتش تستخدم الترين تمام الكترات وبقى تستسهل بساطة ماشي تمام الناس مسلا دلوقتي بقى تستخدم ال ارن ان انت عندك شركات الطيران الجوية مع شركات طيران اخت اخرى ان انت مسلا لا انا مش هسافر مسلا على على خطوط الامورات الجوية لا انا السعودية دي بالنسبة لاريح التلام لكله تمام? فانت بتشوف انت هتقدم المنتج لمين? والفئة بتاعته مين? تمام? خامس استراتيجي اللي هي البرودكت يوزر. ليه اا اا انت بت حسب مستخدم المنتج. بتشوف انت مين اللي هيستخدم المنتج بتاعك? مين طبقة التعليم? الناس اللي هتستخدم مسلا عارف المنتج ولا لا? هتعرف تستخدمه ولا لا? انت ممكن تجي مسلا الواحد لاب عادي او تليفون مسلا اندرويد ولا كان باعرفش استخدم الايفون وانا مش انا هنستخدم لاب العادي مش عارف استخدم مسلا اللاب بتاع عابل اللي هو المكبوك تمام? طبقا في السمبل اللي هي الرموز رموز الثقافية ان انت تبقى عارف كل الناس بتأبدأ تقدم ايه او الناس بتبقى محتاجة ايه زي ان انت مسلا بيبدأ يقول لك تحديد موقع المنتج عن طريق رابطه باستخدام معين مجموع معينة من المستخدمين او بعض رموز الثقافية اللي بتبدأ ان تستخدم بقى بالعلمات تجارية زي فودافون مسلا بتعمل لك اعلان او بتبدأ تقول لك انا هربطش شعب كله بمش عارف ايه وتبدأ تستخدم مسلا اعلان هي فهمة الناس في مصر عايزين ايه او الناس عايزين ايه. السابع حاجة اللي هي اللي هي اللي ان انت بتعمل عادة وضع او عادة التموضع دي. ان انت بسبب متغير في وضع المنتج بتاعك بسبب انخفاض المباعد بيه حسن مسلا ان ان انت عندك او ان ان انت او ان انت بتبدأ تستخدم اا تصورات جديدة تمام حول المنتج بتاعك زي مسلا عندك فودافون مبنيل تمام دول على طول بيعملوا اعلانات مسلا اضربوا بعض الكلام ده كله عشان ولا فودافون تقل المبعات بتاعتها ولا مبنيل تقل المبعات بتاعتها تمام? بوصل لاخر حاجة في الشابتر التويل ده اللي هي ال اي ام سي اللي هي الانتجريتد ماركت بيبدأ يقول لي ان هي تعني الاستراتيجيك بيزنس بروسيز تو بلان ويدفولوب والاكساتينج اا والاكساتينج اا اند اا فالويت اا بريزف براند كومينكيشن بروغرام ويزا كاسومر والكونسيومر والامبلوية عند الاظر انتلنا الاندل اوديانس اا تو اتشيف بوالشرط ترم اللي هي الفينانشا للريتيل نوي اللونج ترم من خلال براند او اا انا اعمل براند وشيل الورد رفعلي يعني بيبدأ يقول لي ان انا دي حاجة اسمها تصوير التسويق المتكملة ان انا بعمل عملية استراتيجية بستخدم فيها تخطيط وتطوير وتنفيذ وتفكين برامج الاتصال من خلال ان انا بعمل عملية تجارية مقنعة مع العملة والمستالكين والموظفين انا عندي اا عشان حق احدين حق اول حاجة اللي هي الشورت ترم لان انا حق الوائد مالية ليا ان انا عايز اكسب من المنتج او الخدمة اللي انا بقدمها ومن خلال اللي هي اللونج ترم بقى ان انا اعمل براند وكيما وقامة للمنتج بتاعي تمام? يجي يقول لك ده المنتج ده بقى له عشرين سنة وكيما وقامة ده احسن منتج مش عارف ايه كلام ده كله ومن خلال ان الشركات بتبدأ تعمل كوردونات اللي هي بقى بتبدأ تستخدم من خلال ان انا بقى عمل اعلانات والسيلز برموشن والداركتينج والبابلك والبيرسن سيلينج والكلام ده كله عشان تبدأ توصل المسج ليه اا المسج اعبوت اا زي البرودكت تيز كونسيومر معم ان انا عايز اوريك ان انا ببدأ عامل لك كل الكلام ده عشان اوصل رسالة للمسالك من خلال ان اقول له ان المنتج بتاعنا ده احسن منتج وان الشركة بتاعتنا ده احسن شركة تقدم لك المنتج طب ايه هامية الكلام ده او هامية الانتجريت ماركت كومينكيشن هامية الاتصالة السؤال المتكاملة اول حاجة الماركت اا نرصد زي فاليو اف انتجريتشن زي اا اا اتجريتنج زي اا ديفرنت كومينكيشن فانتشنال استراتيجي اا زين اوبراتينج اا اا انتجريتنج اا يعني بابدأ اقول لك ان هي اا ان انا عايز افاهم مسويقين كونت دامج ووظائف الاتصالة المختلف بشكل استراتيجي ثم العمل بشكل مستقل يعني تبدأ التعرف الناس ننتقل الادفورتايزنج هيهود عليك بالبروم بالبروسن سيلنج مسلا تهتم بهم مملكين هتبدأ تهتم الكلام ده كله يبدأ ان انت لو اهتمت بكل العاصر دي العاصر مختلفة للتسويق او لعاملات الاتصال هتبدأ ان انت تطلع احسن حاجة طيب تاني حاجة الكمبانيز كان تبليكشن اا تبليكشن او تيك ادفانتج اوف سيناريجي امونج اا ديفرنت بروموشن اا تولز اا افشنس اا للماركتين كوميكشن بروجرام يعني ايدي ابدأ اقول لها كيمس للشركات تجنب للزوجية والاستفادة من تأذر بين ادوات الترويج المختلفة تطوير برامج الاتصال وتسويق بكفاية وفعالية ان انت عايز الشركات دي تستخدم كل واحدة على حيضة عشان تبدأ ان انت تطلق احسن حاجة تمام? واخر حاجة ان انت بتعمل حاجة اسمها ان انت بتبدأ ان انت صار والمستمر ان ان انت بتبدأ تغير كواعد التسويق ودور وكالة الاعلان التقليدي ان انت مش عايز تبدأ تعمل اعلان تقليدي مش ان انت عايز تبدأ تعمل اعلان تقليدي لأ انا عايز اجدد من الاعلان بتاعي اللي بابدأ اعمله كل سنة تمام? كده الحمد لله شباب بنقدر نقول ان احنا خلصنا شاب طروان كان طويل جدا وهي عمتا المادة دي عندنا شاب طروان مطوط طوال قوي اه في مدتلز كتير بس البيت الشبابات اللي بعد كده تبقى ليلة ان شاء الله فبالتوفيق ان شاء الله قدرنا انا اكون قدرت اوصل لكم معلومات بشكل اسهل واسرع وبالتوفيق ان شاء الله